للأسف أن الغيرة والحسد انتقلوا من الواقع إلى المواقع وما هو يثير الأسف والاستغراب الأكثر أنه نعتقد أنه اللي يقدموا محتوى إيجابي هم اللي يغيروا من بعضهم اليوم أنت عندك متابعين بالملايين وعندك محتوى إيجابي، محتوى هادف، محتوى توعوي يجذب المشاهدين فيفترض أنه منافسك في نفس المجل بلاك يغير منك أو يحزك على هذا الشيء لكن لما تتجاوز الغيرة والحسد إلى المواقع الهابطة المواقع اللي يتروج أو المؤثرين والمؤثرات ليروجوا لأفكار مخلة بالحياة أفكار ما عندها علاقة لبأ أخلاقنا ولبأ عرافنا ولبعاداتنا المجتمعية هنا الكارثة أنا عمري ما شفت وحدة تغير من وحدة أو تحسدها في عدد المشاهدين لأنها قدمت محتوى رقص إباحي وكلام تعطيه المراهقات والفئة معينة والناس تسمع لها وصل إلى 7 مليون أو 8 مليون وما تدير المؤثرة أو من يسمون أنفسهم بالمؤثرين الاجتماعيين تروح تخرج لنا لايف تبدأنا على زوجتها على الصباح وتكملنا على عشرة غدوة من هذاك في زاميرتها عاملة صالحة متبعواش عندها علاقة مع فلانة عندها يديك وكأنه مواقع التواصل الاجتماعي للأسف أصبحت محفزة على هكذا السلوكيات ونرجع ونقول لك أنه العيب والله ما فيهم بالعكس هما هما هذك هو محيطهم هذك هو المستودحهم نتوقعش منهم أكثر العيب في 7 مليون اللي راه يتابع ويدير جيم وزيد يدبر علينا ويقولنا بارتاجيو كبسو كبسو العيب على هذك لأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا هو الأساس أكيد